موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار الثالثة والنصف من قناة السعودية والبداية بالعناوية خادم الحرمين الشريفين يوافق على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا القرآن والسنة على مستوى دول غرب أفريقيا موسيقى خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي العهد يهنئان رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية في أفريقيا لمعالجة أسباب الإرهاب موسيقى وفي نشرتنا أيضا بقيمة بلغت أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ريال توقيع عقود مشروعات لتحسين خدمات المياه بالمنطقة الشرقية موسيقى صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زار السعود على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا للقرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين وتأتي المسابقة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع نظيرتها في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة امتدادا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لكتاب الله الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من الرياضة السفير سيدي علي ولد علي سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى المملكة أهلا وسهلا بك سعد السفير وبداية حدثنا عن أصداء هذا الدعم غير المحدود من قيادة المملكة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في دولتكم الشقيقة بسم الله الرحمن الرحيم أشكر التلفزيون السعودي على الاستداثة الكريمة بهذه المناسبة وأقدم كامل الشكر والامتنان باسم القيادة والشعب الموريتاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على اختيار الجمهورية الإسلامية الموريتانية لإقامة هذه المسابقة الدولية السنوية لحفظ القرآن العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة أؤكد أن إقامة هذه المسابقة تمثل امتدادا للرعاية والدعم الكريم والمتواصل للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية لكتاب الله وسنة رسول الله وللدين الإسلامي مسلمين في جميع عنحاء العالم حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأدام عطائهما لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان نعم سعد السفيري قامت هذه المسابقة في موريتانيا الدليل على أهميتها وتمييزها في العالم الإسلامي وفي إفريقيا تحديدا يعني قراءتكم لسبب اختيار موريتانيا لهذه المسابقة نحن نعتقد أن الاهتمام الدائم للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية كان أهم الأسباب لهذا الاختيار وكذلك للمكانة التي تحلى بها موريتانيا في غرب إفريقيا وفي نشر الدين الإسلامي ونشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ هذه أهم الأسباب في اعتقادي التي كانت وراء هذا الاختيار نعم بحسب معلوماتكم متى سيتم قامة الدورة الأولى من هذه المسابقة الدورة ستكون إن شاء الله خلال نصف الأول من السنة القادمة 1444 إن شاء الله بمشيئة الله تعالى إذن مباشرة نعم نعم إذن مباشرة من الرياض كان معنا السفير سيدي علي ولد علي سفير جمهورية موريتاني الإسلامية لدى المملكة شكرا جزيلا لك سعادة السفير نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم مراسمة تنصيب حسن شيخ محمود فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك في الحفل الذي أقيم في مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو التقى فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية سمو ووزير الخارجية حيث نقل له تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله لفخامته وتمنياته ما له بالتوفيق والسداد وللصومال وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار فيما حمله فخامته تحياته وتقديرا لخادم الحرمين الشريفين والسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز زار السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنئة لفخامة الرئيس مارسلو ريبيلو دي سوزا رئيسي جمهورية البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده أكد القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد العتيق في كلمة المملكة في اجتماع مكافحة الإرهاب في أفريقيا أكد أن المملكة من أكثر الدول الداعمة لجهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول الداعمة لجهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا للمملكة تعاون أمني مع العديد من الدول الأفريقية يتم من خلاله تبادل المعلومات والخبرات والتدريب كما تعمل المملكة مع شركائها المقربين حول العالم في مجال مكافحة الإرهاب بهدف مواجهته والحد منه في القارة الأفريقية علاوة على ذلك ساهمت المملكة أيضا في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNCCT والذي يعد بمثابة المساعدة الرئيسية في بناء القدرات للدول الأعضاء من خلال مشاريع وبرامج مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم مما في ذلك الموجودة في أفريقيا بما يتماشى مع الركائز الأربعة لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب كما أكد العتيق أن المملكة توصي بتعزيز التعاون الأمني على المستوى الدولي والإقليمي مع الجهات الأمنية ذات الصلة في أفريقيا ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب توصي المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون الأمني على المستوى الدولي والإقليمي مع الجهات الأمنية ذات الصلة في أفريقيا ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب علاوة على ذلك من الضرور أن تشارك جميع كيانات الأمم المتحدة في مزيد من التعاون مع البلدان الأفريقية فيما يتعلق بالمساعدات التقنية وتحديد فجوات بناء القدرات ودعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب جي سي تي اس وقرارات الأمم المتحدة الأخرى وبشكل فعال أكد مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الجمعة أكد اهتمام المملكة والدول العربية بتعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة وقال السفير الجمعة خلال كلمتي في الاجتماع أن إيران مستمرة في التمرد على المجتمع الدولي وخرق المواثيق الدولية بالسعي لامتلاك أسلحة نووية وتطوير منظومة صواريخ تستهدف المنشآت النفطية وخطوط إمدادات الطاقة الدولية الحيوية والمهمة للاقتصاد العالمي جاء ذلك خلال الاجتماع العربي الأوروبي التاسع المشترك للحوار السياسي بين المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي وإلى أخبار المناطق حيث رعى صاحب السمو الملكيين الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك احتفال مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلابها لهذا العام البالغ عددهم مائتين وستة وعشرين طالبا وطالبة وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس واجتمل الحفل على قصيدة شعرية وكلمة للخريجين وعرض مرئي عن إنجازات المدارس خلال العام الدراسي الحالي هذا وكرم سموه الطلاب المتفوقين كما قام بجولة على معرض الأعمال الطلابية كما التقى سمو أمير منطقة تبوك سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية وفي بداية اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالسفير العطية مؤكدا على علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين وجرى تبادل أحاديث الودية من جانبه عبر سفير دولة قطر لدى المملكة عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منوها بما شاهده من نهضة تنموية تعيش وتبوك في شتى المجالات أكد صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أكد أهمية المشاريع التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية لتحسين جودة حياة كل من يقيم فيها وذلك خلال لقائه وزير البيئة المهندس عبد الرحمن الفضلي هذا وشهد اسمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عقود عدة مشاريع لتحسين خدمات المياه بالمنطقة الشرقية في الدمام والخبر والأحسان والقطيف بقيمة أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ريال وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي وأوضح الفضلي أن المشاريع الموقعة شملت 11 عقدا جديدا لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومة المياه والارتقاء بخدماتها في المنطقة وتحسين جودتها وتتراوح مدة تنفيذها بين 18 إلى 30 شهرا لافتا إلى أن هذه العقود وما سبقها من مشروعات نفذت أو يجري تنفيذها حاليا كأحدى مخرجات استراتيجية الوطنية للمياه وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 دشنا صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بدر الجنوب جاء ذلك خلال لقائه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أحمد آل مفلح حيث اطلع السمو على تقرير منجزات فرع الوزارة بالمنطقة لعام 2021 والمتضمن عددا من المبادرات والفعاليات والندوات التوعوية كما كرم عددا من النحالين والنحالات الحاصلين على دورة أساسيات تربية النحل ومنتجاته التقى صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن مشعر بن سعودي بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم برئيس مجلس إدارة نادي العربي بمحافظة عنيزة أمين الملاح وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة تحقيق النادي درع دور الدرجة الثانية لكرة القدم والصعود لدور الدرجة الأولى بحضور محافظة عنيزة عبد الرحمن السليم ومدير فرعي وزارة الرياضة هادلق الهادلق وبارك سموه لرئيس وعضاء ولاعبي نادي العربي تحقيق هذا الإنجاز مؤكدا أن ما يقدمه النادي من إنجاز وتأهل هو حصاد يحسب لرياضة المنطقة ببرامج وتخصصات تدريبية تلبي احتياجات قطاع وسوق الأعمال أمير منطقة القصيم رعى حفلة تخريج متدربي ومتدربات التدريب التقني والمهني بالقصيم بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس من مختلف التخصصات والبرامج التدريبية لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الصناعية احتفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتخريج أكثر من أربعة آلاف خريج وخريجة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز شهد حفلة تخريج بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة واستعرضت أمام سمو مسيرة الخريجيين يتقدمهم المتفوقون وبرك سمو تخريج أول دفعة من متدربي ومتدربات برنامج مهارات زراعة وتصنيع منتجات النخيل وكرم سمو الشركات الداعمة لبرامج التوطين أمير القصيم بارك للخريجين بهذه المناسبة مؤكدا دعم القيادة الحكيمة لبرامج المؤسسة العلمية والمهنية واستحداث تخصصات نوعية تسهم في تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين راعي الحفل اليوم وكلماتها التي كانت حقيقة فيها تهنيئة وفيها تشجيع وفيها توجيه كذلك خريجينا وخريجاتنا نفرح اليوم حقيقة بهذا التخريج وهذا الحقيقة العدد الكبير اليوم من خريجينا وخريجاتنا في منطقة القصيم بالتأكيد المؤسسة توسع إن شاء الله نوعيا وكميا بما يحقق إن شاء الله بإذن الله يعني احتياجات قطاعات الأعمال في منطقة القصيم كذلك في المؤسسة بشكل عام إن شاء الله كليات النظرية ومهنية زفت خريجيها لسوق العمل متسلحين بالعلوم والمعارف الفنية أنا خريجة مدربة ثنتين من الخريجات يعني تخرجت وتوظفت على طول تدربت ثنتين من الخريجات الآن فاعتبر هذا إنجاز مرة كبير خريج دبلوم تخصص قوى كهربائية مرتبة الشرف الأولى وشعور لا يوصف وأسأل الله التوفيق لي ولي زملائي هذا اليوم أحتفل بتخرجي تخصص إدارة مكتبية بفضل الله ثم بفضل الوالدي والمشاعر صراحة لا توصف اليوم تخرجت دبلوم سنتين وإلا الحمد وإن شاء الله عندنا طموح لإكمال المسيرة البكاليوس تعمل تخصص إدارة مكتبية وإلا الحمد تخصصات تقنية وعلمية وبرامج تدريبية نوعية هيئتها مؤسسة التدريب التقني والمهني ليسهم الخريجون في إكمال مسيرة التنمية والبناء علي العطينان بريدة رأس صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور حسامي بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اجتماع مناقشة مشاريع وزارة الداخلية بالمنطقة المتضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية واستعرض السمو خلال الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وخطط سير الأعمال ومراحل إنجاز مشاريع التطوير الشاملة ومنها مشروع مدينة تدريب الأمن العام ومشروع مبنى مرور وشرطة المنطقة وكذلك مشروع مبنى قوات الطوارب المنطقة وعدد من المشاريع الأخرى من جهة ثانية وجه الأمير حسامي بن سعود بتكثيف المبادرات البيئية في المنطقة والاستمرار فيها وذلك خلال لقاء سموه بعضاء اللجنة التنسيقية لمبادرة الباحة الخضراء وفي بداية اللقاء استمع أمير منطقة الباحة إلى عرض عن المبادرات التي تعاون في تنفيذها عدة جهات حكومية ومبادرات مجتمعية حيث تجاوز عدد الشتلات المستزرعة خلال هذا العام 150 ألف شتلة متمنيا التوفيق والنجاح لهذه المبادرات كما تسلم سمو أمير منطقة الباحة تقرير البرنامج التدريبية المركزي للسلامة المرورية على مستوى المملكة الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة لمدة ثلاثة أيام تخلى لها العديد من ورش العمل وحلقات النقاش الحافلة بالنقاشات الجادة والحوارات الهادفة واستمع الأمير حسام بن سعود إلى شرح مفصل عن البرنامج من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني يرافقه عدد من قيادات التعليم وأشهد سموه بما تم من جهود فنية وتنظيمية في سبيل نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المنشودة منه مثمنا ما تبذره وزارة التعليم في نشر ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي التقى صاحب السموه الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بوزير الحج والعمرة رئيسي لجلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيع حيث استعرض سموه المواقع والمحطات التي يمر بها ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة المنورة ومنظومة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير كما أشهد سموه بآداء البرنامج في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف بما يسهم في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية من خلال زيارة مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة هذا واطلع سموه على ملامحها من تفاصيل رحلة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة ابتداء بالمنافذ والمواقع المكانية مرورا بثاني الحرمين الشريفين واستمع إلى استعدادات الجهات الحكومية المشاركة ميدانيا في منظومة خدمات الحج للموسم الجاري التقى صاحب السموه الملكي الأمير فيصل بن خارد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمدير فرع الهيئة العام للإحصاء المشرف على التعداد بالمنطقة صالح أنذير وعدد من موظفي وقيادات التعداد وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية مرحلة العد الفعلي التي تتضمن العد الميداني لاستكمال أعمال التعداد التي يقوم فيها الباحثون الميدانيون بزيارة الوحدات السكنية كافة التي لم يتم استفاء بيانات سكانها خلال الفترة السابقة نيابة عن صاحب السموه الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة دشن صاحب السموه الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة التمرين التعبوي استجابة ثمانية لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في محافظة ينبع وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها والرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي وقيادات مختلف الجهات المشاركة بالتمرين واطلع السموه على آخر ما توصلت له الجهات في جانب رفع جاهزية المملكة للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة لا قدر الله كما استعرض سموه التجهيزات الرقمية والتجهيزات المتعلقة بالأليات والمعدات التابعة للمركز وتجول في المعرض المصاحب للتمرين دشن صاحب السموه الملكية الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف فعاليات معرض صنع في السعودية الذي يعرض منتجات 13 فريقا من المشاركات في مشروع صنع في السعودية المقام بالتعاون بين برنامج سند محمد بن سلمان وجمعية الملك عبد العزيز النسائية للتنمية الاجتماعية بالجوف وذلك في مركز الأمير عبدالله الحضاري بمدينة اسكاكا وتجول السموه في أجنحة المعرض مستمعا لشرح تعريفي عن المشروع من قبل المديرة التنفيذية للجمعية وعد المويشير كما اطلع على المنتجات التي تنوعت بين خمسة مسارات المشروع شملت البخور والعطور والصابون والسدو والريزون التقى صاحب السموه الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عمر الحازمي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة وأشاد السموه بجهود رئيس الفرع خلال فترة عمله بالمنطقة سائلنا المولى عز وجل له النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة التقى صاحب السموه الأمير سعود بن عبد الله بن جروي محافظ جدة سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور بمناسبة انتهاء فترة عملها التقى صاحب السموه الملكي الأمير فيصل بن فهد بن ميغرين بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة حائل بمشرف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بحائل الدكتور جمال رويضي وأشاد السموه بجهود المركز وما يقوم به من فعاليات ومبادرات تسهم في تعزيز التلاحم الوطني وتنمية ثقافة الحوار تحقيقا لرؤية المملكة عشرين ثلاثين الرعى صاحب السموه الملكي الأمير فيصل بن فهد بن ميغرين بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة حائل النائب رئيس مجلس شباب المنطقة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شباب المنطقة وفرع هيئة الصحفين بحائل والتي تهدف إلى الشراكة الإعلامية والاستشارية لخدمة الشباب في المجالات الإعلامية بحضور أمين عامل مجلس الدكتور جمال الرويضي ومدير فرع هيئة الصحفين بحائل عبد اللطيف المساوي من جانب آخر التقى السمو نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي وفريق الصم لكرة القدم بالمنطقة الحائز على بطولة المملكة الخماسية لكرة القدم للصم ونوه السموه بدعم القيادة ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو وزير الرياضة مشيدا بما تحقق من إنجاز الرياضي لمركز الصم بالمنطقة معربا عن تهنئته للاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني بهذا الفوز ونيلهم البطولة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 955 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير الماضي وتعافي 658 حالة ووفاة حالتين رحمهم الله وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات الحرج المصابة بكورونا وصل إلى 90 حالة وفي إنجاز طبي جديد وللمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط تم إجراء عملية ناجحة لاستئصال أورام غشائية من مريضة في مستشفى الملك خالد بن جران للمزيد حول ذلك ينضم إلينا من ناجران مراسل أخبار السعودية الزميل علي زينان مساك الله بالخير زميل علي وأنقل لنا أصداء العملية التي أجريت للمرة الأولى في الشرق الأوسط ما هي أبرز التحديات التي واجهت الفريق الطبي؟ نعم سلمان مساء الخير لك ولمتابعين في القناة السعودية بالفعل تواجد هنا في مركز الأورام بمستشفى ملك خالد بن جران حيث أجريت هذه العملية وللمرة الأولى في الشرق الأوسط وانطلاقا من لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس كان هذا على لسان هذه المريضة والتي تجاوزت في عمرها العقد الرابع والتي حولت من قبل إحدى المستشفيات بعد أن أنهي إليها بأنه لم يعد بالإمكان أكثر مما كان ولكن لوجود هذه الإمكانات هنا في مستشفى الملك خالد وتحديدا في مركز الأورام وأيضا أبناؤنا من أطباء المتفوقين والبارعين والمتخصصين في هذا المجال كانت دكتور محمد بن صالح اليامي لها بالمرصاد للمزيد حول حيثيات هذه العملية من الذي تم فيها أبرز التحديات أتحدث إلى البارع الدكتور محمد صالح السوار مساء الخير دكتور وأنت الاستشاري المتخصص ومن أجرى هذه العملية بداية حدثني عن حيثيات هذه العملية وهذه المريضة حياكم الله وأرى حيا جميع مشاهدي القناة الأولى في نجرة وأقول لكم ما نحب بالنسبة للمريضة المريضة حولت إلى المستشفى لإكمال علاج التلطيف من أحد مستشفيات المملكة قبلت الحالة وبعد استكمال معاينة المريضة ومراجعة التقارير الطبية المرفقة تبايل لنا وجود انسداد في الأمعاء هو المسبب إلى عدم قابلية المريضة لإكمال أي علاج لازم عن طريق الفريق الطبي المعالج كامل واللي أشكرهم جميعا تم إقرار عملية لرفع الانسداد في الأمعاء ومن ثم تم إكمال علاجها عن طريق العلاج الكيماوي بالوريد بالإضافة إلى العلاج الكيماوي المبخر وهي تقنية البايبك والتي نفخر في مستشفى ملك خالد بإدخالها المملكة وإلى الآن نعتبر أحد أكثر مستشفى خبرة بهذه التقنية في عالم مستوى العالم والأول في عالم مستوى الشرق الأوسط المريضة تمكنت من الحصول من ثلاث جرعات من الكيماوي المبخر داخل الغشارة البريطوني ونظر الاستجابة الرائعة جدا المريضة في البداية لم يكن بالإمكان استأصال جميع أورامها في مرحلة التقييم النهائي تبين وجود أورام في الغشارة البريطوني بإمكاننا استأصالها بشكل كامل أجريت العملية لله الحمد منذ ثلاثة سابع العملية استغرقت 18 ساعة من فريق طبي متكامل وتم أعطاء المريضة علاج كيماوي مسخن أو هي تقنية الهايبك والله الحمد المريضة خرجت البيت بقتها مصحة وعافية وحاب أن أولا الجمع بين هذه التقنيات في مريض واحد لأول مرة تجرى على مستوى منطقات الشرق الأوسط ولأول مرة خارج أوروبا دكتور هذه التقنية وأنت أحد رواد هذا الإجراء حدثني بشكل مختصر وسريع عن التقنية التي تمت واستخدمتها في هذا العلاج بالنسبة للمريضة هذه استخدمت عدة تقنيات في مجال أورام الغشارة البريطوني أهمها واللي بعد الله أشوف أن الاستجابة كانت راجعة لها التقنية هي تقنية البيبك هي عبارة عن منظار استكشافي للبطن ويتم إعطاء المريضة جرعات كيماوي بدل إعطائها بالطريق الوريد تعطى داخل البطن على شكل بخار هذه التقنية تعتبر من التقنيات الجديدة على مستوى العالم بالإضافة إلى العلاج الكيماوي لله الحمد للاستجابة ولله الحمد في جميع مرضانا الآن ممتازة جدا هنا في مركز الأورام في مستجر المنخالد والذي أصبح محط أنظار الجميع يعني كيف تنظرون إليه ومستقبل هذه الجراحات الله مالك الحمد حكومة مولاي خادم الحرم الشريفين أوصرت جميع خدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع مدن المملكة واللي نفخر فيها بهالمنطقة بدعم سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبة بإنشاء هالمركز الله مالك الحمد المرضى جميعا حال المملكة ومن برر المملكة يجلون إلى المركز ونفخر باستقبال أي مريض بهالمستشفى بمشاءة الله مستقبل إن شاء الله ونرى أنه واعد بوجود الخبرات وجود الشباب وجود مثل ما يقول سمولي العهد نحن نشغلين في المركز عندنا شغف وبمشاءة الله هذا المركز يشوف من أفضل مراكز خنا نقول بمبدئيا في المملكة نحتاج إن شاء الله في خلال الفترة القادمة وهذا حلم بالنسبة لي بمشاءة الله أنه سيتحقق هو مركز العلاج الإشعاعي بمشاءة الله يكون إضافة لمركز العلاج الأورام في نجران وبمشاءة الله نقدر نخدم المرضى من جميع نحن المملكة ومنطقة نجران ومنطقة الجنوبية بشكل خاص أخيرا كيف هو انعكاس وأثر مثل هذه أو حتى هذه العملية على المرضى سواء في مرضى الأورام أو أهليهم وذويهم للأمانة كلمة سمعتها من من البروف التي تدربت على يدها في فرنسا كلمة الأمل أعطاء المريض أمل بالشفاء وإيجاد طرق جديدة للعلاج بعدما استعصى عليهم طرق العلاج التقليدية هذه الكلمة تكفي للمريض والأهاليهم وبمشاءة الله إن شاء الله أن نرى نتائج ممتازة في خلال الشهور والسنوات القادمة إن شاء الله دكتور محمد شكرا لهذا الفكر النيير شكرا لهذه الأنامل وهذا الإبداع يعني من أبناء الوطن حياكم والله شرفتونا وهذا اليوم إذن سلمان كان هذا حديث الاستشاري الدكتور محمد صالح لسوار اليامي والذي أجرح فيه العملية المعقدة والتي تعتبر هي الأولى في الشرق الأوسط وتحديدا هنا في مركز الأورام في نجران عودة بالصوت والصورة إليك الحمد لله وجهود مباركة وإنجاز يعني نفخر به مراسل الإخبار السعودي الزميل علي زينان شكرا جزيلا لك وكذلك لضيفك الكريم علنت المملكة عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الاعتماري الإنساني لإفغانستان الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي وذلك استكمالا لجهود المملكة الإنسانية والإغاثية ودورها الفاعل والريادي في تقديم كافة أشكال المساعدات للدول الشقيقة والصديقة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية بهدف المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي وجرى التوقيع على تقديم هذه المنحة بمقر المركز بالرياض اليوم بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة تدخل الخيام المطورة لحج هذا العام في الاستفادة منها حيث بدأ العمل عليها من قبل شركة كدانة المشرف على المشاعر المقدسة في تطويرها منذ انتهاء موسم حج العام الماضي ولم يزيد من التفاصيل يلتحق بنا من مكة المكرمة مراسل أخبار السعودية زميل أيمن أثبيتي مساء الخير زميل أيمن واطبعنا على طبيعة التطور في هذه الخيام ومدى الاستفادة والخدمة للحاجة التي ستوفرها له تلك الخيام المطورة تفضل نعم شكرا لك زميل يا حييك وحيي كافة متابعي أخبار السعودية من هنا من أحد أهم المشاريع التطويرية في مشعر مينام وهو هذا المشروع الحيوي والذي يعنى بالتطوير كما تشاهد عبر الكاميرا نحن نتواجد في أحد أهم الخيام المطورة والتي سوف يتم الاستفادة منها بمشيئة الله تعالى في حج هذا العام عشرين بالمئة من المساحة الإجمالية لمشعر ميناء وخاصة فيما يتعلق بمشروع تطوير الخيام سيستفيد من ضيوف الرحمن بمشيئة الله تعالى في هذا العام أكثر من خمسمائة ألف متر مربع سيتم تطوير جميع الخيام داخل هذه المساحة الإجمالية لمشعر ميناء بمشيئة الله تعالى في السنوات القادمة طبعا هذه الخيمة هي تستوع بما يقرب من واحد وعشرين حاج بمشيئة الله تعالى وهناك أيضا خيام مماثلة لها في هذه المساحة الإجمالية كما تشاهد إضاءات مستقلة لكل الحاج مع فيش للجوال أو أي استخدامات أخرى بمعنى أن هناك استقلالية لكل حاج داخل هذه الخيمة والتي أطلق عليها أيضا هي وحدة سكنية كما تشاهد أيضا هذه الإضاءات المتطورة وأيضا التكيف المركزي عالي المستوى كل هذه الأنظمة فيما يتعلق بأنظمة التكيف أو أنظمة الإنارة أو أيضا أنظمة الأمن والسلامة أو أيضا كل ما يتعلق براحة ضيوف الرحمن كما تشاهد هذا هو السرير النموذجي والذي سوف يستفيد منه أيضا بمشيئة الله تعالى ضيف الرحمن مبيتا وسكنا هنا في مشعر من الطاهر لذلك أصبح هناك تطوير كبير لمنظومة الخيام في مشعر ميناء بشكل كامل بدأ العمل على هذا المشروع منذ العام الماضي أصبح عملت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانا على تطوير الخيام في مشعر ميناء بما يقدر 20% وبمشيئة الله تعالى في السنوات القادمة سوف تزيد هذه النسبة حتى يستكمل هذا المشروع التطويري في مشعر ميناء بشكل كامل شكرا جزيلا لك شكرا شكرا نايمان وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة من مملكة ماليزيا قادمة عبر صالة المبادرة في مطار كوالا لنبور الدولي نتابع ترجمة نانسي قنقر على هامشي اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية نظمت وزارة السياحة جلسات منتدى مستقبل السياحة في مدينة جدة نتابع بهدف بحث دور مختلف القطاعات واستعراض النماذج الرائدة في مواجهة العنف أقامت هيئة حقوق الإنسان ندوة بعنوان الإرشاد الأسري كخط دفاع في مواجهة العنف بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني طبعا هدفنا من الندوة هو التسليط الضوء على دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتحديد دورهم في هذا المجال الهدف طبعا للخروج بمبادرات وبرامج في منظومة تخدم المنظور الحقوقي أو الجانب الحقوقي بحسب اختصاص الهيئة تهدف هذه الندوة إلى وضع مبادرات وخطط جديدة لتحفظ حقوق الإنسان ضد أي ضرر نفسي أو بدني أو لفظي أو جنسي طبعا إحنا عندنا ثلاث أنواع من الإيذاء إضافة إلى الإهمال عندنا الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء العاطفي أو النفسي كل نوع من أنواع الإيذاء لها علامات قد تكون علامات جسدية أو علامات نفسية سلوكية تظهر على الطفل وتدينا تكون لنا بالنسبة لنا مؤشر بعد المؤشر هذه وظهور العلامات هذه المفترض أنه يتم تقييم الطفل من قبل المختصين إذا الأهل الوالدين ما قدروا أنهم يصلوا إلى تعرف على الإيذاء اللي وقع على طفلهم الجدير بالذكر أن الهيئة ستطلق قريبا استراتيجية بمسمى مسار التنية الإنسانية تعنا بالأقل حظا في المجتمع وإحدى هذه الفئات هما المعنفون مهند المالكي الرياض عقدت هيئة حقوق الإنسان ندوة لإظهار دور الإرشاد الأسري كخط دفاع في مواجهة العنف حيث ركزت هذه الندوة على الكشف المبكر عن حالات الإيذاء والتجارب الرائدة في الإرشاد الأسري ودور برامج العدالة التصالحية في الحد من العنف المتحف والمعرض الدولي للسيرة النبوية يشهد إقبالا كبيرا من حجاج بيت الله الحرام الواصلين للمدينة حيث يضم المتحف أسلوبا حديثا في عرض المحتوى باستخدام التقنية الذكية لتفاصيل أوسع يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل مصطفى عباس أهلا بك زميل مصطفى وما هي ردود أفعال زوار هذا المتحف وكيف رأيتم الإقبال عليه أهلا بك سلمان وباستاذ الكرام المشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير بالفعل سلمان اليوم يعني يشهد هذا المتحف إقبالا واسع من قبل حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي من مختلف دول العالم ليبدأوا الرحلة الثقافية والتاريخية الخاصة بتاريخ المدينة المنورة وكذلك عبر هذا المتحف الخاص بالسيرة النبوية هذا المتحف الذي يميزه حقيقة أن سلمان هو احتوائه على أكثر من 120 شاشة ذكية تعطي تفصيلا للسيرة النبوية العطرة بالأسلوب الصحيح وبالتوثيق بالمراجع الخاصة كما وردت في السنة النبوية وكذلك أيضا في كتاب الله لنأخذكم سلمان والسادة الكرام المشاهدين بتفاصيل أوسى حيال آخر التحديثات الأخيرة تزامنا مع استقبال حجاج بيت الله الحرام ينضم معي باللقاء الدكتور يحيال كناني وهو مدير عام المعرض والمتحف الخاص للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية دكتور أهلا وسهلا بك عبر السعودية يعني نتحدث اليوم عن إقبال وفير من قبل حجاج بيت الله الحرام إلى هذا المتحف المبارك حدثنا دكتور عن آخر التحديثات الأخيرة التي عملتم بها تزامنا مع وصول هؤلاء الحجاج حياكم الله الحمد لله نحن سعينا لاستقطاب كافة الزائرين للمسجد النبوي ومن خلال موقع المعرض المواجه للحجرة النبوية الشريفة فتحنا أبواب التسجيل عن بعد من خلال اللايف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أيضا استقبلنا وسعنا مدة الزيارات إلى 18 ساعة من ابتداء من بعد الفجر حتى الساعة 11 يفيد إليه الكثير من الزوار ولله الحمد من شتى أنحاء العالم الإسلامي دكتور لغات تعديدة يتحدث بها هذا المعرض بتقنيته الرقمية لكن دعني أسألك دكتور ما هي رسالة هذا المعرض اليوم من خلال استقباله لأهولاء الحجاج وما هي الرسالة التي يرغب هذا المتحف بإيصالها لهم الرسالة النقية الصافية الصحيحة التي جاءت من خلال كتابنا الكريم وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصحيحة سعى القائمون على المعرض أن يكون الصحيح من السنة النبوية الشريفة هو ما يعرض في هذا المحتوى بعيدا عن الخلافات بعيدا عن ما يشوب الإسلام من تهم قد يعني ألصقت به زورا وبهتانا تشرف يشرف معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عمين رابطة العالم الإسلامي على هذا المشروع المبارك بكل تفاصيل ودقائق حتى يصل إلى الناس حسب الرؤية التي يراها ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة لتكون رسالة المملكة العربية السعودية إلى العالم الإسلامي أن هذا هو ديننا الصحيح وديننا الصافي كما أراده الله عز وجل دكتور ماذا عن الخدمات التي يقف عليها اليوم هذا المعرض لاستقبال زواره وأيضا تقديمها لهم عبر الكوادر الوطنية الشابة التي يحتضنها هذا المعرض اليوم طبعا جهزنا كل اللغات الرئيسية التي يطرقها الزوار أو يأتون إليها وتطلب من خلال الشرح لأكثر من ثمانين موظف وعامل في هذا المشروع المبارك ميدانيين يقومون على عملية الشرح والتوضيح وإرشاد الزوار إلى ما تحتوي هذه الشاشات وهذا الكمل هائل من المحتوى العلمي الدقيق والصحيح دكتور لفت انتباهنا نحن في هذا المعرض شرح هؤلاء الموظفين الخاصين بهذا المعرض لحجاج بيت الله الحرام عن هذه السيرة النبوية بشغف ولهفة عامة يعني دعنا نسألك دكتور عن السر لهؤلاء الشباب الذين يعملون بكل شغف وحب من خلال هذا المعرض السر أولا أن المعني بهذا الكلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أعظم يعني إنسان في هذا الكون وهو الذي قاد البشرية إلى السلام وإلى الأمن وإلى الأمان وإلى الاستقرار فكيف لا يكون شباب هذا المعرض بهذه الروح التي رأيتمها وبهذا الحماس ولله الحمد إذن جزيل الشكر لضيف وضيكم العزيزة الدكتور ريحيا الكناني وهو مدير عام المعرض الخاص والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية على هذه الإضاحات والمعلومات سلمان يعني حقيقة لا أخفيك سرا منذ قدومنا إلى هذا المتحف استقبال وحفاوة الموظفين الذين يعملون لحجاج بيت الله الحرام والزوار بلغات مختلفة لا تضاهيها أي أمثلة أخرى من خلال شاب طموح ومن خلال شباب مكفآت وطنية يعملون لخدمة هذه السيرة النبوية العطرة والحمد لله ينعم جميع الزوار والحجاج اليوم في المدينة بنورة بجميع الخدمات المسهلة والتي تمكنهم من أداء عباداتهم والتجول داخل هذه الأماكن الثقافية والتاريخية في المدينة بشكل مريح هذه كل ما لديه من معلومات سلمان حتى هذه اللحظة من خلال هذا المركز والمتحف الخاص بالمدينة المنورة مجددا الصوت السوريلي داخل الستوديو أعطيك العافية زمين مصطفى عباس شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم تمكنت أمانة محافظة جدة ممثلة بالفرق الرقابية في بلدية طيبة الفرعية من إحباط نشأة تشاليح عشوائية وتعديات على أراضي حكومية في مخطط التشاليح شرق حي الصالحية وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في منع نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري بالأحياء والمناطق الطرفية أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر إبريل من عام 2022 حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 26.17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وذلك نتيجة الارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية والتي تعمل في الأنشطة المستهدفة ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بمشاركة 16 دولة اختتمت اليوم الدورة الثانية والثلاثون الهيئة لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو اختتمت أعمالها في مدينة جدة مزيد من التفاصيل مع مراسل أخبار السعودية الزمير عبدالله الخرجي أهلا بك عبدالله الساكلة بالخير واطلعنا على أبرز ما تمت مناقشته من مواضيع في هذه الدورة في البداية مساء الخير عليك سلمان ومساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية بالفعل سلمان اختتم هذا اليوم في مدينة جدة أعمال الدورة الثانية والثلاثين لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى وهو التابع لهيئة الأغذية والزراعة في الممتحدة فاو نتحدث عن هذه الدورة التي كانت برئاسة المملكة العربية السعودية وايضا استمرت للأيام الماضية في وضع الرؤى والتصورات والتوصيات لمكافحة الأوبئة والجراد الصحراوي خلال الفترة الماضية وكان هناك مشاركة لأكثر من 16 دولة كما نشاهد في هذه اللحظات يتم وضع التوصيات الختامية لهذه الدورة والعمل عليها للحديث بشكل مفصل وأهم التوصيات والمخرجات في هذه الدورة يسعني أستضيف الأستاذ مريع القحطاني وهو نائب مدير عام مركز مكافحة الجراد في وزارة البيئة والزراعة في البداية سيد مريع هذه الدورة خرجت بتوصيات ما هي أبرز التوصيات التي كانت لكم في هذه الدورة وأبرز المخرجات الحقيقة اليوم هو آخر يوم في الدورة الثانية وثلاثين لهيئات مكافحة الجراد السحراوي في المنطقة الوسطى من أهم مخرجات الاجتماع والتوصيات التي خرجت بها هذه اللجنة وهو تعزيز وجود وحدات ومراكز مستقلة في دول الأعضاء لتمكينها من القيام دورها في مكافحة الجراد السحراوي أيضا تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المعنية بحكم أن الجراد آأف عابرة للحدود وبالتالي منهم جدا توفر المعلومة بين هذه الدول أيضا كان من أبرز مخرجات التوصيات ومخرجات هذه الدورة اللي هو تعزيز استخدام المبيدات الحيوية كبديل المبيدات التقليدية كما أن هناك توصية أيضا باستخدام تقنيات الحديثة كطائرات الدرونز في عمل استكشاف الجراد السحراوي وأجهزة رصد وتتبع التوصيات كثيرة ولكن قد تكون هذه أبرز التوصيات أستاذ مريل تحدثنا عن رئاسة المملكة لهذه الدورة ما هو دور الرئاسة في وضع هذه الرؤى وما هو دور المملكة في رئاسة هذه الدورة الحالية كما تعلم أخي عبدالله المملكة عضو أساسي في هيئة مكافحة الجرى السحراوي وهي عضو من أكبر الدول المانحة الآن فازت المملكة برئاسة هذه الدورة وبالتالي من أهم ما تراه المملكة أو واجباتها وهو الدعوة إلى اجتماع الدول العضاء في حالة وجود طارئ هناك للآفة فإن من حق المملكة دعوة الدول هذه إلى مناقشة الوضع في حالة فورات الجراد وتحركات الجراد هذه من أبرز الصلاحيات بالإضافة إلى عمل جدوى الخاص بالهيئة سواء في القوائم المالية والفنية والدعوة إلى اجتماعات وترتيب بعض الأعمال الخاصة بالهيئة أخيرا سيد مريع لو تحدثنا عن أبرز الاستراتيجيات التي وضعت لوضع أو الحد من انتهار الأوباء من خلال المكافحة للجراد الصحراوي ما هي أبرز الاستراتيجيات التي وضعت في هذه الدورة والتعاملتم عليها المملكة خاصة والهيئة بشكل عام بعضية الدول التابعة لها تعمل على استراتيجيات المكافحة الوقائية والتي تضمن الوصول إلى مواقع الإصابة مبكرا ومعالجتها قبل التوسع وانتشارها فهذه استراتيجية أساسية تشمل كثير من الجوارب ومنها الصحة البيئية أيضا للبيئة فهذه من أهم استراتيجيات أيضا هناك استراتيجية الخاصة بالانذار المبكر وهو إبلاغ الدول أو من خلال رصد وتتبع تحركات الجراد والآفة وخصوصا في الفورات وتحركات الأسراب وهو الإنذار المبكر وإبلاغ الدول المعنية قبل الوصول إلى جراد لرفع الجاهزية لديهم هذه من أهم استراتيجيات التي نعمل عليها حاليا شكرا للأستاذ مريح القحطاني وهو نائم مدير مركز مكافحة الجراد السحراوي في وزارة البيئة والزراعة لو نتحدثنا سلمان عن الختام هذه الدورة هو بتوصيات كثيرة كما ذكر الأستاذ مريح هناك آليات وتوصيات وضعت من خلال وضع استراتيجيات وعمل مكافحة انتشار هذا الجراد السحراوي وانتشار الأوبية واستخدام التقنية الحديثة من خلال استخدام طائرة الدرونز لإكتشاف مصادر الجراد السحراوي أظن أن تحدث عن الجانب الوقائي من خلال وضع انظارات مبكرة والعمل عليها من خلال هذه الدورة اليوم هو ختام هذه الدورة ووضعت استراتيجيات والتوصيات لهذه الدورة الثانية والثلاثين لمكافحة الجراد السحراوي هذه أبرد المشاهدات لدينا سلمان والعودة إليك الزميل عبدالله الخرجي شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم عززت المؤسسة العامة لتحرية المياه المالحة الإمداد المائي ببدء إنتاج المياه المحلة من منظومة الجبال المرحلة الثانية وهي أحدى مشاريع المؤسسة التنموية الجديدة التي تعمل بتقنية التناضح العكسية الصديقة للبيئة وتستهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه وسد الاحتياج بطاقة تصميمية تبلغ أربعمائة ألف متر مكعب من المياه المحلة يوميا والعمل على دعم المبادرة الاستراتيجية للحد من الانبعاثات وتسهم في الحفاظ على أمن واستدامة إمداد المياه التي تعد أحد أهم مستهدفاتها الأساسية للتطوير والتميز وإيجاد فرص جديدة تدعم أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين يمثل قطاع الفضاء أولوية وطنية يسهم في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار أربعمائة وسبعة وأربعون مليار دولار حجم اقتصاد الفضاء في العالم خلال عام الفين وواحد وعشرين وتزايد مضطرد في نمو العمالة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات خلال العام الحالي وفقا لمؤسسة الفضاء إلى جانب توقعات أن يتخطى نمو اقتصاد الفضاء التريليون دولار لعام الفين واربعين وفقا لدراسة أجراها بنكو مورغان ستانلي مكنت المملكة صناعة الفضاء من خلال تطوير القطاع وتنظيمه وتوفير الممكنات لتحقيق إنجازات رائدة فيه تنعكس على الاقتصاد المحلي وتخلق قطاعات وأسواق جديدة مع إطلاق عشر مبادرات توعوية تهدف إلى إلهام الأجيال في علوم الفضاء وتطوير القدرات وتمكين الكفاءات وإعداد كوادر وطنية وتجمل قائمة المبادرات التي أطلقت هلايئة السعودية للفضاء هندسة الروبوتات الفضائية لتصميم أجهزة الروبوت والمناورات لتطبيقات الفضاء وبرنامج ابتعاث الفضاء لبناء رأس المال البشري الوطني وتعزيز الميزة التنافسية للمملكة ومبادرة إدارة المشاريع التطبيقية لنظم الفضاء ومبادرة تصميم المهنات والأنظمة الفضائية وهكثون الفضاء الذي يهدف إلى استثمار الطاقات الإبداعية في المجتمع وتحويلها إلى ابتكارات قادرة على خدمة المشاريع ذات الصلة بالأرض والفضاء ومبادرة رائد الفن التي تهدف إلى إشراك الفنانين السعوديين من مصورين ورسامين ومصممين للتعبير عن الفضاء بمنظورهم الفني الخاص جاء شعار السينما الشعرية لمهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة بمفهوم إبداع الشاعر بالسرد والنصوص النثرية والصورة السينمائية والمقطوع الموسيقية حيث أن الكاتب لا يعتمد على مذهب معين بقدر اعتماده على مخيلته لإيصال روح الشعر في السينما السينما الشعرية مصطلح أطلقه المخرج الإيطالي بازوليني في عام 1956 وتحدث عنها بأنها آدات للتعبير قادرة على إيصال الأفكار والأحاسيس وبناء اللوحة التشكيلية للأفلام فكلما أبدع المخرج بصورة السينمائية حقق نفس شعري كبير للمشاهد السينما الشعرية هي أولا اختيار وأسلوب اختاره المخرج لينتج به فيلم معين شعرية السينما وجماليتها شعار مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة الذي استطاع أن يحقق المواكبة النقدية السينمائية ويبرز أهم الشعراء والكتاب والمخرجين لتشجيعهم على الاستمرارية في تقديم الفن وصناعة السينما الحركة النقدية السينمائية وجود نقاد مهمين صراحة في هذا المجال لهم باع طويل يعني من أيضا المهم في هذه الدورة وجود مجموعة من الإصدارات المهمة أعتقد يعني في مجالات السينما شعرية السينما أو السينما الشعرية مستقبل يحقق إبداع الشباب والشابات لصناعة أفضل الأفلام في السعودية ومن خلال وجود الشعر في السينما ستخلد الأفلام في ذاكرة المشاهد وستجعله يشعر بقرب الكاميرا ومشاعرها مني أرباش نيم الظهران يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا عمومي التي ستنطلق غدا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول بمشاركة 136 لاعبا من 33 دولة وكان المنتخب السعودي للمبارزة قد أقام معسكرا داخليا في مدينة الدمام استعدادا للبطولة إضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي اختتمت مؤخرا في الكويت في ختام النشرة مشاهدين الكرام تذكير بأهم ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وافق على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا للقرآن والسنة على مستوى دول غرب أفريقيا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو وزير الخارجي يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية في أفريقيا لمعالجة أسباب الإرهاب وكان في نشرتنا أيضاً بقيمة بلغت أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ريال توقيع عقود مشروعات لتحسين خدمات المياه بالمنطقة الشرقية شكراً لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة في أمان الله شكراً لكم